مصر محتاجة شوية تهز شوية شوية تهز شوية هز شوية هز ده مش ملوش علاقة باللي فات بس له علاقة باللي جاي له علاقة بالعمر أديب اللي دايما بيقدم لنا بيقدم لنا عمر أديب ده طاقة والله إيجابية من كتر ما هو إنسان يعني تكتشف السخرية البناءة اللي تخليك تبتلع مرارتك وانت مش متدايق نشوف عمر أديب عمل إيه عايزة أوري حضراتكو فيديو يوريكو مأساتنا بقالها أدي إيه يعني موضوع الزمالك برضو مهم بالنسبة لنا وبنمبارح الناس كتير مراش غيرك أنا عايزة أوري حضراتكو الفيديو ده عشان تفهموا إحنا من أدي إيه الفيديو ده صوت وصورة وبيد وشود ومن قبل ما أنا تويلد نتفرق إزاك يا مرجان؟ والله مش مبسط تسعت البيت ليه يا مرجان؟ هل الجنن؟ أبزين شوية هز لو ربنا ادانا شوية هز من اللي بيدي الأهل بس آه عشان الزمالك اتغلب يعني؟ رتع الفيديو ده شاء الله ناخد الكاس طب تعي يا مرجان؟ من أيام سراعز الفقار المكان بيعاكس إنجي وهو الوقت بيقوله لو ربنا يدينا شوية هز من قبل ما أنا تويلد كان سراعز الفقار ظابط لسه في كلية الشرطة والزمالك برضو كان بيخص وقاله لو ربنا وقاله على الهموم ركنا على الفيديو في الكاس كالعادة زي ما احنا دائم بنقول شايفين المسألة قديمة قدم أمنحوط براع وصيخ المكا من أيام صيخ المكا وإحنا ربنا يدينا شوية هز ربنا يدينا شوية هز زي ما حاكم شايفين كده دوكليمنت يعني مستند يبين المأساة اللي احنا عايشين فيها من أيام اللي بيدي ويسود ده من الخمسينات طبعا يعني وإحنا وإحنا كده الكلام ده مش جديد ده من أيام كان بيعمل برنامج كده وما زال عمر بيقول نفس الكلام لحد الوقت يعني وقدم لك فين شوية الهز لا الفكرة كلها إنه دائما يتغلب على يعني مررته أو مدايقته بإنه يسخر وإن شاء الله يسخر من شعوره هو الشخصي بس بيخرج من الموضوع ده بتققى جيبيا حيث حيث حيث